ايه اللي استفدتم من النادي الاهلي يا رب؟ لك حاجات كتيرة جدا بفضل الله سمى بيه صنع اسمي بفضل الله سمى بيه النادي الاهلي نجم بفضل الله سمى النادي الاهلي قدرت ان انا معلش اكون نفسي واجيب بيت واجيب عربية اه كانت حاجات بسيطة جدا لكن بفضل الله سمى النادي الاهلي النادي الاهلي النهاردة ربيع سين انا ماشي بالشارع ربيع سين من النادي الاهلي حاجاتك حيات كثيرة جدا الناد الآهلي له أفضار على كثير جدا طبعا وكلنا بفضل الله تعالى الناد الآهلي ربنا سمى الناد الآهلي فأنا أنا بتشرف كبه نتصلم أنني كنت فيه ما يكان بالعيف ندي لحد الضواتي بتتشرف كلنا يا ربي الناد الآهلي ونقول له ما تاهمش بربقي لله فلان ووglاء н بفضل الله طبعا طيب هسألك سؤال كده تسعة وسبعين تسعة وسبعين ما هو ده لما كنت عند دعم عبده في البيت آه فلاقيته بقول لي خلاص تمام التمام آه فلاقيته بيطلع لي مية جنيه جديدة خالص آه جديدة في غريب فقال ليه طب انت طلباتك قلت له نعم طلبات ايه انا كفاه ان انا بس دخلت النادي لعن والله العظيمة كابتن يا كابتن قول اللي انت عاوز قلت له مش عابل حده بس يا كابتن طيبة غير عادية وفي نفس الوقت فرحان ان انا بايت في النادي لعن فالداني مية جنيه حطوله شكرا انا حطيتها في جيه ولا حتى شكرا بس كده بس بس جبت بيها يا ربيا شربت ارضي هناك في البلد جبت بيت لا ما جبتش لنماء انا بتكلم على القيمة في ان انا انت ميت لأسرة مش القيمة النقوية قدي القيمة الادبية بس انا ما بصتش فيها خمجرد ممكن اطلب اقول لي يا كابتن ان اخد كاز باخدش كاز وعملوني ممطش في بني السوف يعني يعني ما كانش حد هيقدر يأثر ويقول لي لأ لكن ما ينفحش ادخل نادي الاهلي واعد واطلب خبتنى مصطفى احنا الحد مع تزنة ما طلبناش جنيه كل اللعيبة كده طبعا نادي الاهلي هتطلق زي خط كده تمشي عليه اللي بيطلع برا خط ده بيبقى برا النادي بش برا الخط ايوة انا 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 اصدي ان فيها وعاد انك ممكن تطلب حقك وكان ناسة توافل ادارة توافل هم ما شايفين من وجهة نظر منتا تستهلوا انما لقصدي مفيش حد طلب ليه عشان كونا زاهدين في حب النادي الاحلي يا حقيقة من انتمل كيان كبير شرف فيه ان احنا نلعب بس يا حقيقة والريز ده كان بيجينا يا كابتن يا حقيقة الريز كان بيجينا حقيقة موسيقى